معاناة المرأة العراقية في تزايد مستمر مع تعاقب الحكومات التي لم تنصفها بل زادت من معاناتها دون أن تضع أي حلول للأزمات المتلاحقة التي كانت المرأة في مقدمة المتضررين منها في محاولة لرفع شيء من الحيف والظلم الواقع على المرأة العراقية أقيم في العاصمة بغداد مهرجان لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم نحن بهذا المهرجان نريد أن نرفع عنها الحيف نرفع عنها الضيم اليوم نفعل قرارات الحقيقية لتفعيل دور المرأة الحقيقي وأعطاها كافة حقوقها المسلوبة وعلى هامش فعاليات هذا المهرجان افتتح معرض فني لتسليط الضوء على واقع المرأة العراقية ومحاولة إنصافها من خلال اللوحات التعبيرية للمشاركين وبصراحة نحن مو جائن هنا بس نشترك بهذا الشيء كظاهرة فنية وإنما انتقاد لكل الأمور السلبية التي تتعرض لها المرأة العراقية بالذات الوقت الحاضر من عوز من جوع من الطهاد يعني أبصر شيء المرأة المتعرضة مثلا للعنف أو للتحرش أو لضائق المادية والمعنوية هذه كلها أمور سلبية بصراحة تتزداد سوءا حتى في ظل الحكومات المتعاقبة ما وجدنا لأي حل المشاركون في المهرجان تضامنوا مع النساء في مخيمات النزوح مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه المرأة العراقية ومعاناتها نستذكر بهذه المناسبة النساء النازحات اللي الآن يجلسن في المخيمات والأجواء طبعا الآن باردة وهنا بحاجة ماسة إلى مأوى أو مسكن يليق بيهن ويحفظ كرامتين نحن مون فقط ننظر إلى المرأة الجالسة في المدينة أو الجالسة في الريف ولكن هناك فئة كبيرة جدا الآن تقطن في المخيمات ومما تجدر الإشارة إليه الحضور الاستثنائي للمرأة في ثورة تشرين ضد الظلم والفساد من خلال مشاركتها الفاعلة فيها والتي تجلت في مختلف النشاطات التي مارستها ورفعت شعار نريد وطن مع ثوار تشرين ضد الحكومات الفاسدة وميليشياتها الطائفية فيما بيّنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نحو مليون ومئتي ألف امرأة عراقية قد شردنا وهن يكابدنا ظروفا قاسية مما ينذر بتداعيات خطيرة على واقع المرأة والمجتمع العراقي